المرحة عندنا خبر مهم جدا ويمتكن الحمد لله ربنا وفنا في الانفراض بهذا الخبر وهذه المعلومات المتعلقة ببطولة جديدة جاري الاعداد لتنظمها خلال الفترة المقبلة بمجرد ما قلنا الخبر على طول العديد من المواقع الرياضية والزملاء الصحفيين أجروا اتصالات باتحاد الكرة للتأكد من التفاصيل المتعلقة بموعد إقامة السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة وبالفعل امبارح لما اتكلمنا وقلنا أن خلاص تم الاتفاق ما بين الجانب المصري والجانب الإمارات على إقامة بطولة السوبر للأندال أبطال في الإمارات العربية المتحدة هتكون في الفترة ما بين 1 حتى 7 أكتوبر كل امبارح أجرى اتصالات بالمسؤولين في اتحاد الكرة وبالفعل اتحاد الكرة أكد أن هناك بالفعل اتفاقية تم الاتفاق عليها أن البطولة في النسخة الثانية هتتلاقي خلال هذه الفترة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وبالتالي لغاية لما يعلنوا بشكل رسمي بقى التفاصيل دي لأنه أكيد هيكون فيها تفاصيل متعلقة بالجوائز والفرق لأنه كمان لسه شكل الفرق اللي هتلعب في البطولة ما تحددش بشكل رسمي الدوري لسه مستمر بطولة الكاس مش عارفين مصيرها الفترة اللي جاية هتكون انتهت قبل معاد السوبر للمصر ولا لأ كاسر ربط عارفين أن فيه فاينال هيتلاعب ما بين سيراميكا كيليوباترا مع طلاقع الجيش في نهاية هذا الشهر فعموما الرؤية العامة للفرق المشاركة هتتتضح خلال الفترة اللي جاية أو تحديدا مع منتصف أغسطس اللي جاية ولكن أنا بأكد لحضراتكم أن إن شاء الله بإذن الله بطل الدوري ووصيف الدورة هيكونوا موجودين في بطولة السوبر المصري بمعنى صحيح أن الأهل بإذن الله هيكون مشارك في هذه البطولة بالإضافة إلى مشاركته يوم 27.09 في المملكة العربية السعودية لخوض السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك وبالتالي انطلاقة الموسم الجديد للنادي الآلي ستكون كالتالي يوم 14.09 مواجهة الفائز ما بين جرمه يالكيني ومريخ جوبة بطل جنوب السودان يوم 14.09 لقاء الزهاب خارج مصر لسه لم يتحدد الملعب نتيجة أن الفرق المشاركة في هذا الدور ما عندهش ملعب معتمد الغاية دلوقتي ولقاء العودة هيكون في القاهرة يوم 21.09 بعد المباراتين دور هيكون الأهل على موعد بعد أسبوع بمواجهة الزمالك في الرياض في المملكة العربية السعودية في لقاء السوبر الإفريقي يطير من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة عشان يخوض مباراة السوبر المصري للأندال أبطال في إمارة أبو الزبي خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر الناس تقول لي ما الأجندة الدولية هتبدأ يوم 7 ده أنا عايز أقول لكم كمان كان فيه اتجاه أن ممكن البطولة تتلعب من 2 ل 8 ولكن على الأوراق الرسمية والاتفاقيات اللي تمت في الأيام الماضية البطولة من يوم 1 ليوم 7 والأجندة الدولية للمنتخبنا هتبدأ يوم 7 وبالتالي حسام حسن هياخد اللعيب على طول في اليوم اللي هتنتهي فيه مباراة كأس السوبر للأندية الأبطال ناس بتقول لي طب بس غريبة كابتل حسام حسن دايما بياخد لعبة المنتخب قبل أي معسقر بعدة أيام المرات الوضع مختلف الموسم عينتهي في شهر 8 انطلاقة الموسم الجديد غالبا هتكون في منتصف عشرة في الفترة دي مش هيكون فيه مباريات رسمية لا في الدوري ولا في أي بطولة فواتها اختيارات حسام حسن هتكون منصبة فقط على الأندية المصرية اللي هتلعب في الأدوار التمهيدية للبطولة الإفريقية ولقاء السوبر الإفريقي ولقاء السوبر المصري في الإمارات فمن مصلحته ان تقام العديد من المباريات عشان يقدر ياخد لعبة المنتخب يلعب بيهم الأجندة شهر عشرة وبالتحديد هتكون مبارتي موريتانيا لقاء الزهاب في موريتانيا ولقاء العودة في القاهرة في منتصف شهر أكتوبر ودي الأجندة هيكون فيها تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم فالحمد لله مبارح كان عندنا صبق صحفي وإعلامه مهم جدا زي ما قبل كده انفرضنا بمعاد السوبر الإفريقي أكيد كان عندنا صبق بمعاد السوبر المصري وده المعاد المتفق عليه في الإسبوع الأول من شهر أكتوبر